حياكم الله أصدقائي وإياكم أنا سأتنسى الصلاة على النبي نبدأ بأخبار المنتخب العراق اتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل الجرس ليصلكم كل جديد تابعوا إياي الفيديو للنهاية جبت لكم أخبار مهمة للمنتخب العراقي عدنان درجال يوجدد الثقة بكاساس عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي يقول المدرب الإسباني خيسوس كاساس مستمر مع المنتخب الوطني حتى مونديالا في 2026 مهما كانت النتاج في كاساسية خبر عاجل الكابتن عدنان درجال يباشر بموضوع يوسف النصراوي لاعب باير ميونيخ الألماني وهو يعتبر أول لاعب عراقي يلعب في نادي باير ميونيخ الألماني أحلى خبر كف منك أبو حيذر ما قصرت شون رأيكم بهذا الخبر أصدقائي يوسف نصراوي موهب عراقية الأصل نتعمل تمثيله لبلده الأم العراق قبل فترة مدرب منتخب العراقي كاساس تابع اللاعب واللاعب أيضا تابع كاساس عبر الإنستجرام مما يدل على أن هناك تواصل بينهما يوسف نصراوي يلعب في باير ميونيخ الألماني تحت تسبوط على السنة برأيكم أي رئيس أفضل وأجمل للمنتخب الوطني للعراق من شركة أديداس العبيض أو الأخضر أو الأسود اكتبونا رأيكم رئيس اتحاد الكرة عدنان درجالي والمنتخب العراق تطور كثيرا كذلك في فترة المدرب الإسباني كاساس ومصير المدرب الإسباني غير مرضون بنتاج للعراق في أسيب قطر كاساس يعمل بطريق احترافية عالية واللاعبين بدأوا يهضمون اسلوب اللعب وملاحظات كاساس المرتبط مع اتحاد الكرة بعقد يستمر حتى مونديال 2026 نجاح منتخباتنا الوطنية مرهوم بمستوى دور نجوم العراق وهذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على اللاعبين والمنتخبات والأندية غادر وفد منتخب الناشئين صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة الأردنية عمان للدخول في معسكر تدريبي تحضيرا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب أسيا التي تقوم في مدينة صلالة بسلطانة عمان للفترة من العاشر ولغاية عشرين من الشهر الحالي موقع فيتبورت كانلين السويدي ينقل خبر نقل أوراق اللاعب منتظر الماجد من الاتحاد السويدي إلى العراق مع مشاركته في كاساسيا القادمة محمد صالح حارس مرمد هوك فاز بجائزة حارس الشهر بعد الحفاظ على شباكه نظيفه لخمس مباريات متتالية الجائزة مقدمة من برنامج كلينشيت والذي يقدمه الدولي السابق ابراهيم سالم عبر قناة العراقية الرياضية كم تقيمون هذا الحارس من عشرة وهل يستحق أن يمثل منتخب العراق حاليا أم لا اكتبونا رأيكم مدرب منتخب شباب العراق حماد محمد يقول منتخب العراق قادر على تقديم مباريات كبيرة والتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات بنهايات أسف في قطر مطلع العام المقبل تضوض منتخب العراق بالذهاب بعيدا في البطولة القارية يعتمد تماما على من سواجه في منافسة الدور الستة عشر وبقية الأدوار الأخرى في النهائيات الآسيوية من الصعب على منتخب العراق منافسة الستة الكبار في آسيا اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وإيران والسعودية وقطر يعني قطر فزناهم بكأس الخليج ليش من الصعب علينا ننفوزهم وكذلك السعودية فزناهم بكأس الخليج وكذلك إيران هذه كرة القدم ما تعرف المستحيل لإحتمال كبير إن شاء الله نفوزهم بحسب المصادر اللاعب أحمد قاسم يوافق على تمثيل المنتخب العراقي اللاعب أيضا مطلوب في الأردن محمد خلف يفق إلى أعصابه يقول كافر رح تموتون اللاعبين من على أبو الدور المضغوط يعني أنت محلل أكوة حديث يحشي كلام بالستوديو وطالع بتلفزيون والعالم تباوى عليك سالم جابر المرم محلل رياضي قطر يقول المنتخب القطري والعراق والسعودي فقر الكرة العربية في قارات آسيا حيدر زك يقول شركة لدازلون في ألمانيا تنفي وجود أي مفاوضات بين الاتحاد والشركة الإعلام السعودي سلطان ماهوس يؤكد إن العراق والسعودية تقدم بطلب استضافة الأدوار النهائية لبطولة دولة أبطال آسيا وفي تصويت اليوم ذهب ملعب الاستضافة إلى المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر